شكراً لك استاذ محمد يعني هنا من خلال هذه المداخلة البسيطة أود التوضيح إلى أمرين الأمر الأول سيناده أقرب التعليقات مثل ما تفضل قبل قليل استاذ مرتضى نصح الطلاب قال ابدي بالسؤال السهل وبعدين نروح إلى السؤال الصعب ده أشوف بسيناده من خلال التعليقات أحد الطلاب يقول لا المفروض الطالب يبدي بالصعب أخاف ينسى ويخلي السؤال السهل بالأخير أود الإشارة إلى أمر مهم جداً جداً الوقت في الامتحان إيش قد عندك إنات للساعات الطالب أحياناً إذا بدأ بالسؤال الصعب وبقى يكتب ويمسح ومثلاً فرع واحد في أحد الأسئلة طول بي مثلاً فد نص ساعة وبالتالي هنا من رح يشوف الساعة يقول أنا نص ساعة خلصتها وبعدني بفرع واحد وضع النفسي كلش رح يتخربط وحتى لو كان هو فاهم المادة ما رح يقدر يكمل رح يخشى بأن الوقت رح يخلص وما رح يكمل الأسئلة لذلك نصيحة أستاذ مرتضى مهمة جداً تبدأ بالسؤال السهل لأن إحنا من عندنا خمس أسئلة السهنة ربما تكون عدد الأسئلة ستة والإجابة على خمسة ولكل سؤال مثلاً خلين نقول فرعين يعني إسا خلين نقول عشرة أفرع والوقت هو ثلاث ساعات من أجي أقسم من أحل السؤال السهل اللي هو وقته المفترض به خلين نقول ربع ساعة أنا من أجي أحلب خمس دقائق كل وضع نفسي رح يرتاح وقول الوقت كل شهواية ورح أجي أكمل الأسئلة في وقت قياسي وقبل ما ينتهي وقت الامتحان أنا أكمل الأسئلة لكن من أبدي بالسؤال الصعب لا ممكن رح أضيع وقت كل شهواية وبالتالي وضع نفسي رح يتخربط هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي شار إلينا مشكوراً أستاذ محمد هنا الدفتر الامتحاني سأمامكم هذه ورقة يعني دائماً الدفتر الامتحاني رح يكون بهذه الصورة كل ورقة رح تكون متقابلة مثلاً جواب السؤال الأول وهنا أيضاً مكتوب جواب السؤال الأول إذا كان السؤال الأول ألف وباء رح أجاوب الفرح ألف هنا ورح أجاوب الفرح باء هنا ما يصير آني هنا للسؤال الأول ما يصير السؤال الأول الصفحة المخصصة للسؤال الأول وأقلب الورقة والصفحة المخصصة للسؤال الثاني أكمل بها السؤال الأول احتمال فاحص الدفتر ما رح يشوفه واحتمال رح أضيع عليك درجات في حين أنت سؤال مجاوبة فمن مكتوب جواب السؤال الأول جواب السؤال الأول هذه كلها تكون مخصصة للسؤال الأول وراها تكون مخصصة للسؤال الثاني إذا مثلا السؤال الثالث قررت التركة إذا تعوف الورقة ما التفارقة وتكتب هناك كلمة ترك شبيرة وأكو عندك أوراق احتياط في نهاية الدفتر الامتحاني إذا فتفرع مكفاك تكتب هنا لجوا يتبع في الصفحة رقم كذا في الصفحة رقم 16 مثلا تروح إلى صفحة رقم 16 تقول لي تابع إلى سؤال ثالث فرح ألف مثلا بحيث ممنوع بأن تجاوب على السؤال في ورقة غير مخصصة لهذا السؤال هنا أيضا دن تابع التعليقات وعلي الربعي يقول المسائل أتركهن يصير أتركهن وأريد أسمع الجواب من قبل الأستاذ علي زيد حياكم الله سالعلي حياك الله أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله في محكمة دابي العزيز وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العلي العظيم جهود مواصلة تبدلها نخبة من درسي الرياضيات موجودين في هذا المجال نحب أن نوه أستاذي على أمر أنه الفصل الثاني من الفصول جدا جدا مهمة فهو أنواع الأسئلة بالإمكان التي تأتي على الفصل الثاني هو تحليل المقدار الجبري يأتي سؤال حلل المقدار الجبري أستاذ عفوا هنا بس سؤال الطالب هنا يتحدث عن المسائل عن المسائل الحياتية المسائل الحياتية سواء كان فصل الثاني أو غير فصل الثاني فالطالب يسأل يقول يصير ما أقراها كلهم أتركهم أخذ مية نأتيك بالجواب نأتيك بالجواب بإبن الله بالإمكان أنه يكسب الطالب عليه الدرجات القوية فبالإمكان أنه يأتي سؤال حلل سؤال حلل أو سؤال بسط المقادير النسبية أو سؤال حل المعادلات هماتينا إلى الارتباط بالفصل الثاني بالإمكان المسائل واتطرقت الله المسائل الحياتية لا يمكن أن تطرك ذلك لأن المسائل الحياتية هي بالكتاب تصير مسائل توضيحية قدر الإمكان يعني مثلاً لكي ناخد مسألة المسبح مسألة المسبح الموجودة بالضرب الحدانية الموجودة بالفصل الثاني ويقعد فندق بغداد أحد الفنادق السياحية المهمة في العاصمة العراقية يبلغ طول المسبح أكس زائداً تسعة أمتاع وعرضه أكس زائداً واحد ومحاط بممار عرضه متر المطلوب من مساحة المسبح مع الممار بأبسل صورة هذا المثال قد يكون مثال توضيع استادي لأنه نعطيك الطول ونعطيك العرض وأنا أفتهم أنه مساحة المسبح أنه مساحة المستطيل ستكون هي الطول في العرض ولكن هنا أكتب مساحة المسبح مع الممار المسبح كما ترون أساتلتنا لفاضل أنه المسبح محاط بممار عرضه متر فستكون طول المسبح مع الممار يعني الطول الجديد للمسبح ستكون أكس زائداً تسعة زائداً اثنين يعني سيكون لديه ممار ري أكس زائداً تسعة زائداً اثنين والعرض سيكون X زائداً 1 زائداً 2 فسيكون X زائداً 3 أغلب المسائل الموجودة في المسائل الحياتية هي قد تكون مسائل توضيحية يعني ينطي الجواب من خلال المسألة الموجودة أحب أن نوح على مسألة موجودة بالكتاب أيضاً اللي هي مكتبة مدينة الشتور الغرب نحن نعرضها إن شاء الله بعد شوي من المكاتب الموجودة قد يكون يقول لك بناية المكتبة على شكل مكعب نصف واي تكعيب ناقصاً 13 و 1 على 2 هو قد يكون البناية بشكل مكعب وانطاك حدياً يعني هذا يوحي بأنه سيكون هناك فرق بين مكعبين أحبه وسط السادي بأنه أغلب المسائل قد تجي مساء توضيحية نعم شكراً إليك أستاذ علي يعني ينسى هنا خلاصة ما تفضل بي أستاذ علي بأن أنت هنا لي قدام تقول المسائل كلها أتركها إذن هذه مجازفة نعم يعني في الأسئلة يوجد ترك المفروض أكو ترك في الأسئلة لكن أنت هنا من لي قدام تقول لي أنا أترك المسائل الحياتية يجوز إجاك سؤال بنوع من الصعوبة والسؤال مو مسألة حياتية والمسألة الحياتية إجا سهل فمن الخطأ أن تقرر ترك لي قدام يعني أنت تقول أنا من البداية أكو بعض المواضيع ما راح أقراها أتركها فهذا الأمر خاطئ جدا سؤال أيضا هنا من خلال التعليقات على الفيسبوك يقول هنا شقد راح يجي على الجزء الأول أو الفصول الثلاثة الأولى وشقد راح يجي على الفصول الثلاثة الأخيرة طبعا هنا يمكن أحمد نعمة أستاذ أحمد نعمة أكيد شاركني بالرأي بأن لا يوجد يوجد قانون وزاري يقول كل فصل يجي قد لازم يجي أم عندك رأي آخر بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهل توفيق لطلبتنا الأعزاء والموفقية في أداء امتحاناتهم طبعا هنا السؤال اللي يجي واللي يقول أن الفصل الجزء الأول يجد عليه أو الفصل الأول يجد عليه هنا ما تقدر أو ما نقدر نقول الفصل عليها قد عدد من الأسئلة أو من الدرجات يعني هنا مو شرط يعني مثلا بعضهم يقل لك مثلا الجزء الأول ممكن عليه 80 درجة فهنان هذا مو مقياس هنا أسئلة على الطالب أنه يقرأ الأسئلة على طالب أنه يقرأ الفصول بأكملها ولا يحدد أنه هذا الفصل الأول عليه درجة معينة يقرأ الفصول لقراءة موحدة يعني ما يوجد فصل إلى ميسا على الفصل الثاني شكرا إليك أستاذ أحمد إذن بعد هذه المقدمة البسيطة نذهب معكم إلى بعض الأسئلة التي سيتم مناقشتها إن شاء الله وتم اختيارها بشكل عشوائي وأكرر مرة ثانية لا نتحدث عن شيء اسمه مرشحات ولا نؤمن نهائيا بالمرشحات ولكن معلومات عامة من خلال هذا البث سيتم تذكيركم بها ولنبدأ بالسؤال الأول متتابعة حسابية حدها الثالث ثمانية والدي سالب ثلاثة جد الحدود بين الحد السابع والحد رقم دعش أستاذ مرتضى ما الذي يقصده بالدي هنا وكيف يتم حل هذا السؤال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أستاذ ذاتنا الكرام وطلابنا الأعزاء طبعا هنا من موضوع المواضيع المهمة موضوع المتتابعة الحسابية موضوع المتتابعة الحسابية عدنا عادة لإيجاد المتتابعة الحسابية أو يطلب من يمي أي شيء بالنسبة للمتتابعة الحسابية عندي أكو أربع معطيات ضرورة طالب يعرفهم لجوة الحد الأول والأساس وقيمة الحد ورتبة الحد الحد الأول يرمز للحد الأول بالرمز A أما أساس المتتابعة فنرمزها بالرمز D يعني هنانا عدنا الـ D يساوي سالب ثلاثة هذا يعتبر أساس المتتابعة والأساس يكون هنا عدنا يكون إذا كان موجبا فالمتتابعة تكون متزايدة وإذا كان الأساس سالب فتكون عندنا المتتابعة متناقصة أما حدها الثالث الثمانية نحن بهذا المصطلح عادة من يجيب هذا السؤال حدها الثالث الثمانية هنا نطاني قيمتين أو نطاني معلومتين بالسؤال المعلومات شنو؟ بنقال حدها الثالث الثمانية معنات قيمة الحد الثالث تساوي ثمانية إذن هذا اللي يقصد به هو يولد ثلاثة أما الثالث فهو ترتيب ثالث واحد يعني الرتبة مالت الحد إذن الان تساوي لثلاثة هسا في هذا السؤال عرفنا قيمة الحد عرفنا رتبة الحد عرفنا الأساس ألاحظ هنا بالسؤال الحد الأول ما منطيني ولإيجاد الحد الأول اللي هو الأي هنا أستخدم لقانون الحد العام اللي هو يقول يو لأن يساوي أي زائد الناقصة واحد مضروبا في دي هذا هو القانون الحد العام للمتتابعة الحسابية أعوض هذه المعطيات الأربعة بالقانون يولي الآن قيمتها ثمانية الآن قيمتها ثلاثة والدي اللي هو الأساس سالب ثلاثة رح تلاحظ المعادلة رح تكون بشكل التالي ثمانية تساوي أي زائد ثلاثة ناقصة واحد مضروبا في سالب ثلاثة عزيز طالب هنا أريدك تتبه على انتبات على فتن ملاحظة جدا مهمة الأساس دائما نخليه داخل الأقواس ليش لأنه الأقواس تمثل عملية ضرب يعني هنا أكو طالب يقول ثلاثة ناقصة واحد اثنين والسر اثنين ناقص ثلاثة في حال ما خليت الأقواس أما هنا من خليت الأقواس صار بياناتوم ثلاثة ناقص واحد اثنين وناتج هذه عملية الطرح أضرب بالسالب ثلاثة رح تصير عندي سالب ستة إذا رح صير ثمانية تساوي أي سالب ستة بإضافة النظير الجمعي رح صير المعادلة بشكل أي تساوي ثمانية زائد ستة معناتها أي قيمتها أربعة عشر من حصلت على الحد الأول أربعة عشر وعندي أنا أصلا الأساس أجينا هو رايب للسؤال قال أوجد الحدود بين يولي السبعة ويولي الثمانية يعني شير مني يريد الحد الثامن يريد الحد التاسع ويريد الحد العاشر سونا حصلت أكيد باستخدام قانون الحد العام لكن هنا طالبنا تنتبه من قال أريد الحد الثامن معنات هنا يولي مجهولة يولي هنا رح تكون مجهولة مطاني ثمانية فوق هذه الثمانية هي قيمة الحد الثالث هذه تختلف عن قيمة الحد الثامن واضح الفكرة فهنا رح تكون عند يولي الثمانية تساوي الحد الأول أربعة عشر دائدا ثمانية رح تكون الآن هو رتبة الحد الجديد الحد الثامن إذن ثمانية ناقص رح يطيني السالب واحد وعشرين وهنا تنتبه الأولوية للضرب بحيث أضرب السبعة في سالب ثلاثة قبل ما أطرح الاربعة عشر أو أجمع الاربعة عشر مع السبعة أربعة عشر ناقص السبعة أطرح وخلي إشارة العدد الأكبر رح تكون عدي الإشارة العدد قيمة الحد الثامن هو السالب السبعة نفس العملية أكررها بالنسبة للحد التاسع ونفس العملية أكررها بالنسبة للحد العاشر بحيث حصلت المتتابعة سالب سبعة اللي هو الحد الثامن سالب عشرة اللي هو الحد التاسع والسالب تلتعاشر رح يمثل اللي هو الحد العاشر هذه هي حدود المتتابعة اللي يريد همني شكرا لك أستاذ مرتضي على هذا التوضيح الرائع جدا وإن شاء الله طلابنا يستفيد نعم تفضل السلام عليكم عليكم السلام نحن ما ننسى الجهود مشكورة لأستاذ مرتضى بس متتابعة حسابية حد الثالث الثمانية وأساس وأسالب تلتعجد الحدود بين حد السابع والحد الحادي عشر لكن هل من الممكن استاذ قصي هل من الممكن استخدام قانون تعريف المتتابعة الحسابية بإيجاد متتابعة بشكل مباشر نعم هل من الممكن يعني هنا وهنا بالحالة بما أنه عندي حد ثالث هنا شوي هم من باب نصيحة لطلابنا نعم الحد الثالث عندي ثمانية لو احنا دائما عندنا قاعدة كقاعدة عامة الحد الأول مثل ما تفضل استاذ مرتضى أقول لي هو أي الأساس سالب ثلاثة بإضافة الأساس للحد الأول هو رح ينتج عندي حد ثاني نعم بإضافة الأساس إلى الحد الثاني رح ينتج عندي حد ثالث نعم بما أنه عندي حد ثالث لو أريد أضيف الأساس رح ينتج عندي حد رابع وهكذا وصولا إلى الحد الحادي عشر نعم وكان الطالب جواب بشكل كامل للحدود المحصورة بين الحد السابع والحد الحادي عشر يعني هنا استاذة محمد أفهم من عندك يعني هذا السؤال في حالة وروده بالامتحان الوزاري إذا الطالب قدر يستخدم قانون الحد العام وإيجاد الحد الثامن وطلع سالب سبعة فمباشرة حسب رأيك بأن يقول هنا الحد التاسع يساوي سالب سبعة ناقص ثلاثة ورأسه يقول سالب عشر والحد العشر مباشرة سالب عشر ناقص ثلاثة ويساوي سالب ثلاثة وبعدين يكتب المعادلة بدون أن يعوض بقانون الحد العام ثلاث مرات إذن هنا مداخلة رائعة من أستاذ محمد إذن هنا الطالب هنا جمال الرياضيات بأن ما كو شي بأن إلا تحل بطريقة فلانية المهم تحل بطريقة صحيحة وتختار الطريقة لتعجبك فإذا تريد مثل ما تفضل بي أستاذ مرتضى تستخدم قانون الحد النوني ثلاث مرات لإيجاد الحد الثامن والتاسع والعاشر تريد تستخرج فقط الحد الثامن وبعدين من خلاله تستخرج الحد التاسع والعاشر من خلال إضافة الأساس إذن هنا كل الطرق تؤدي إلى المئة وشكرا لهذه المداخلة قبل شوية أستاذ علي زيد كان يتحدث عن مدينة شتوتغارد ومكتبتها إذن يا ريتلو تكمل هذه الرواية عن هذه المكتبة أستاذ علي شكرا جزيلا أستاذ طبعا مكتبة مدينة شتوتغارد طبعا موجود بالمثال هو مساء التدرب وحل مساء الحياتية مكتبة مدينة شتوتغارد هي واحدة من أجمل المكتبات في العالم وأفخمها وتقع في ألمانيا كأنها مماشية مع متطلبات التعليم الحديثة بناية المكتبة طبعا قال بناية المكتبة هنا على شكل مكعب طول ظلعة واحد على اثنين ويتكعيب ناقصا 13 عدد صحيح واحد على اثنين اكتب او حلل المقدار الذي يمثل طول الظلع حلل المقدار أستاذ علي أريد هنا على أمر مهم جدا بعض الطلاب ربما يتوهم يعني عباله 13 في نصف 13 عدد صحيح استاذي واحد على اثنين بالإمكان أن يتخلص من هذا العدد الصحيح وذلك بضرب اثنيا في 13 زائدا واحد بالمقام في هذا العدد الصحيح زائدا فرح يصير الناتج واحد على اثنين ويتكعيب ناقصا 27 على اثنين رح يكون 1 على اثنين ويتكعيب ناقصا 27 على اثنين إذن هنا بسطت باعتبار 200 فيه 13-26 200 فيه 13-26 زائد 1-27 الآن أستاذ هنا الفكرة سيكون هنا عامل مشترك سيكون هنا استخراج عامل مشترك دائما ما نوضح الطلاب هنا العزاء بأن لديه حدين ولديه ثلاثة حدود هناك حدين وهناك ثلاثة حدود الحدين تأتي على صيغة على صيغة مربعين أو فرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين أما ثلاثة حدود فهي تأتي إما على تجربة أو طريقة تحليل الحدودية الثلاثية إما تجربة أو مربع كامل ولكن قبل أن يحلل بهذه الطرق أستاذ نفاضل يجب عليه أن يجد في هذه الحدوديات هل هناك عامل مشترك أم لا كما تلاحظون هنا 1 على 2 ويتك عيد ناقصا 27 على 2 لدينا عامل مشترك وهو النصف سيقوم باستخراج النصف عامل مشترك ليتبقى لدينا ويتك عيد ناقصا 27 الآن صار لدينا ويتك عيد ناقصا 27 وهي فرق بين المكعبين بإمكانهم فتح قوس صغير وقوس كبير القوس الصغير سيرجع الواي تكعيد والناقص 27 إلى جذورهم التكعبية ليكون واي ناقصا 3 أما القوس الكبير فسيتعامل معهم بأنه مربع الأول وهو واي تربيع عكس إشارة هي موجب الأول في الثاني وهو 3 واي زائدا مربع الحد الثاني وهو 9 هنا بعض الطلاب ربما من يسحب نصف عامل مشترك ويبدأ بالتحليل فرق بين المكعبين يقول هذا النصف خلي ألغيها زين شنو رأيك لا يمكن إلغاء العامل المشترك لا يمكن إلغاء العامل المشترك السؤال الآخر أيضا هنا بعض الطلاب يقول هذا النصف أنا ضايج منها خلي أضربها في نصف أو أضربها في اثنين هل يجوز الضرب في المقام لغير المعادلات لا أستاذي هو ما عنده معادلة حتى يتخلص من المقام هنا لديه حدودية نعم المعلوم كيف نحلل هذه الحدودية كيف نعرف أن نحلل هذه الحدودية لو كانت هذه معادلة مثلا تساوي صفر لو كانت هذه معادلة بالإمكان التخلص من الاثنين وذلك يضرب طرف أي معادلة في العدل الثنين ممكن أسحب عامل مشترك وممكن أضرب المعادلة في اثنين ولكن بالحجوديات لا يجوز الضرب في أي عدد إلا العدد واحد على اعتبار أن العدد واحد العدد واحد هو محايد ضربية بطريقة أذراً أستاذ من الفاضل بطريقة تحليل حدودية بالإمكان سحب العامل المشترك نعم ولكن عند حل المعادلة بالإمكان انقسم على هذا العامل المشترك أو بقاء العامل المشترك على حاله أو بقاء العامل المشترك شكراً لك أستاذ شكراً جزيلاً أستاذ هس هنا السؤال الآخر من الأسئلة المهمة جداً وربما مكرر بالوزاري في أكثر من مناسبة ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة اللي موجودة أمامكم الآن متساويين ومن ثم تحقق من الإجابة هنا أريد أسمع أستاذ صفاء مشكوراً شكراً جزيلاً أستاذ قصير السلام عليكم عليكم السلام ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة متساويين هذا الطالب من يسمع صيغة السؤال أنه جذور المعادلة متساوية يعني معناته قانون المميز يساوينا صفر وقانون المميز نحن نعرفه دلتا يساوينا بي تربيع ناقص أربعة أي سي الطالب بني يشوف عندنا هاي المعادلة يباوى عليها يشوفها كبيرة لكن هي بالحقيقة ثلاث حدود نعم الحد الأول هو أكس تربيع والحد الثاني هو كي زاعد اثنين مضروف في أكس أين سالب كي زاعد اثنين مضروف في أكس نعم زاعداً ستة وثلاثين بعض الطلاب يعني ما يصور أنه الكي زاعد اثنين أكس هو عبالة أكثر من حد لا وهذا حد يعني الوسط والمعادلة مرتبة ترتيب تنازل يعني ما عندنا بها أي مشكلة فلهذا نقدر نستخرج قيمة أي وبي وسيحة نستخدم قانون المميز فإذا نقدر نطلع قيمة أي هو حيكون معامل أكس تربيع اللي هو واحد وبي معامل أكس اللي هو كي زاعد اثنين مع السالب انتبه تأخذ كل كل عدد من الأعداد المعاملات تأخذها مع الإشارة إن كانت سالبة وإذا موجب ماكو داعي ننقل للموجب لكن بالسالب تنتبه تأخذ السالب وقيمة سي ستة وثلاثين إذا نزل القانون المميز اللي هو البي تربيع ناقص أربعة اي سي ونعوض عن القيم البي أنا عندي سالب كي زاعد اثنين لكل تربيع ناقص أربعة في الاي واحد والعدي سي ستة وثلاثين هنا ملاحظة كلش مهمة إنه دير بالك لازم أنت العمليات بالترتيب عمليات الضرب أولا بعدين الجمع والطرح فأني عندي أربعة في واحد في ستة وثلاثين هذه مرة واحدة أضرب وعندي على اليسار مربع حدانية اللي وحيكون اكز اثنين لكل تربيع عندك طريقة أخرى نعم ممكن أنه أحول إلى الطرف الثاني سالب مئة واربعة واربعين ويكون عندي موجب مئة واربعة واربعين بيأخذ الجذر التربيع إلى الطرفين ممتاز جدا يعني هذا منه أخذ الطرفين إلى جذر فالطرف اللي بيه تربيع حيروح التربيع حيق بس كي زائد اثنين وعندي هنا أنا أنتبه أنه كي زائد ناقص بعد ما شن يعني التربيع حيصر عدي جذر الطرفين زائد ناقص وصار عدي احتمال أما الكي زائد اثنين يساوي لي اثناش ومن هذا حيكون عندي الكي يساوي لي عشرة بعد ما طرحنا السالب اثنين من الاثناش أو كي زائد اثنين يساوي سالب اثناش نحول الموجة بالاثنين للطرف الثاني وكي هيكون عندي سالب ارباطعش يعني صار عندي قيمتين للكي أما عشرة أو سالب ارباطعش بالأخير إذا تباو على صيغة السؤال ابني العزيز حتلقي تحقق من الإجابة أنا أريد أتحقق من الإجابة هاي قيم كي أعوضها يعني لا استاذ صفاء متفضلا لو كان السؤال فقط إلى هنا يعني تحقق من الإجابة لم تذكر في السؤال يعتبر السؤال منتهي والطالب يحصل درجة كاملة والله هذا كان السؤال لحد ناصيغ فقط إيجاد قيمة كي هاي ممكن لكن على الطالب التحقق حتى يعرف حل صح يكون أو لا يعني ضروري التحقق حتى يكون الحل صحي لكن إذا هو قال مع التحقق يعني لازم يعني عليها درجة كاملة إذا نتحقق ممكن نتحقق عندما كي سالب 14 نخلي بدل الكي سالب 14 وحيطلع عدي قيمة أكستر بيع مربع كامل وهنا نفس الشكل أكستر قيمة أكستر سالب 6 بعد ما حولنا ولو كان كي يساوي لنا 12 حنعوض بدل كي فحيكون الناتج عندي أكستر بيع ناقص 12 أكستر وحتشوف إنه قيمة أكستر 6 فإذا بالحال كان أكستر أما تكون 6 أو سالب 6 وهذا التحقق جدا مهم للطالب شكرا شكرا إليك أستاذ صفا نعم أستاذ علي طبعا أنا لاحظ التعليقات من طلبنا العزاء وتعليق من التعليقات عمر الطائي يقول ممكن أن يأتي سؤال المتتابعة الحسابية أستاذ هنا أستاذ العزيز عمر الطائي من موصلنا الحبيبة إن شاء الله وحياكم الله أستاذ عمر نعم تعليقك أستاذ علي على مداخلة أستاذ القدير عمر الطائي نعم نعم أستاذ ممكن أن يأتي سؤال المتتابعة الحسابية بشكل جد حدود بين يول السبعة ويول الهدعش لمتتابعة حسابية حد حدها الأول 14 يعني قيمة الأي 14 والأساس اللي هو دي نعطيني سالب 3 إذن بالإمكان استخراج الحد السابع اللي هو يول السبعة يساوي لأي زائد الن ناقص 1 في دي يول سبعة يساوي اي زائد الن ناقص 1 في دي الأي هنا ناطيني قيمتها 14 نعم الأي ستكون الحد السابع يعني الآن هي سبعة ناقص 1 اللي هو 6 الدي هو السالب 3 فرح يكون هنا الأرجحية لعملية الضرب يعني 14 زائد السالب 18 وبالتالي فستكون السالب 4 بما أنه استخرج الحد السابع إذن بالإمكان أنه يزيد من الأساس يعني سالب 4 زائد سالب 3 رح يكون سالب 7 حد سالب سبعة زائد سالب 3 رح يكون سالب 10 حد التاسع سالب 10 زائد سالب 3 رح يكون سالب 13 وهذه هي الحدود المحصورة بين يول السبعة ويول 11 شكرا جزيلا شكرا إليك استاذ علي وأيضا هنا أقرأ مداخلة لإستاذنا القدير عمر الطائي يقول ممكن هذا أحل لفرق بين المربعين يقول بدلا ما أحول السالب 14 أضيف النظير الجمعي للطرفين ممكن أحل لفرق بين مربعين نعم أستاذنا شكرا لمداخلتك القيمة يعني معناها رح يصير كي زائد 2 ناقص 12 إذن هذا القوس الأول وكي زائد 2 زائد 12 هذا القوس الثاني ورح يقول أما أو وممكن مثل ما تفضل بإستاذ صفاء بأن هذا أسوي مربع حدانية وبعدين هنا أجمع الحدود المشابهة أصفر المعادلة وأحلل بالتجربة وصولا إلى نفس الجواب إذن شكرا لكم هنا أحد التعليقات يسأل عن طلب لحل المتباينات المركبة إن شاء الله سيكون أحد الأسئلة للمتباينات السؤال الآخر جد قيمة أي التي تجعل ميل المستقيم المار بالنقطة ثلاثة واحد وأي سالب أربعة عمودي على المستقيم الذي ميله سالب واحد على خمسة أستاذ أحمد نعمة رأيك في حل هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا السؤال يقول جد قيمة أي التي تجعل ميل المستقيم المار بالنقطة ين منطين هنا النقطة ين ثلاثة واحد والنقطة الثانية هي الأي وسالب أربعة بما أنه ذكر قانون الميل إذن لازم أستخدم قانون الميل الذي يقول Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 هنا نلاحظ تكملة السؤال أنه جاي يقول الميل يقصد بعمودي على المستقيم الذي ميله سالب 1 على خمسة هنا منذكر الميل عامودي كلمة الميل عامودي معناها أنه هذا الميل الذي ينطي كياب السؤال لازم تقلب وتقلب إشارته كلمة عامودي أنه الميل المعطى لازم ينقلب وتقلب إشارته يعني هنا الميل الذي منطي سالب 1 على 5 هذا العامودي إذا أريد الميل الذي أستخدم بالقانون سيكون الميل 5 على اعتبار من قلب ها سيصير 5 على سالب 1 وغيرت الإشارة فإذن الميل راح يكون يساوي 5 بهاي الحالة أرجع على القانون مالتنا الذي هو يقول الميل يساوي يساوي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 هنا عندك الزوج المرتب 3 1 و A سالب 4 هنا أنت مخير تقدر تقول X1 هي 3 و Y1 1 X2 هي A Y2 هي سالب 4 هنا تقدر بالعكس تقدر تكون مع أستاذ أحمد أفهم من حضرتك بأن ما طول المستقيم المطلوب إيجاد الميل مات هو عمودي على المستقيم المعلوم الميل مات إذا تعامد مستقيما فإن حاصل ضرب ميلهما يساوي سالب 1 أي أن ميل الأول يساوي مقلوب ميل الثاني عكس الإشارة فما طول ميل الثاني سالب 1 ملاحظة الثانية اللي تفضلت بيها النقاط x y x y يساياهم إنهم أسميها 1 1 وياهم إنهم أسميها 2 2 بكيفي مو هذا نعم هنا طالب راح يكون مخير بالتسميات فهنان راح أجي أنا سميت مثلا y 2 هي سالب 4 إذن ناقص y 1 هي 1 على x 2 هي a ناقص x 1 3 وما أنس قيمة الميل هو 5 إذن صار 5 يساوي سالب 4 ناقص 1 على a 3 سالب 4 وسالب 1 هنا راح يجمع راح يكون ناتجهم سالب 5 على a 3 هنا راح يكون عندي ضرب الوسطين يساوي الطرفين هنا راح يكون عندي سالب 5 في 1 هو سالب 5 5 راح ينظر في a ناقص 3 فرح يكون 5 في a راح يكون عندي 5 a 5 في سالب 3 راح يكون عندي سالب 15 ويساوي سالب 5 هنا راح انقل السالب 15 إلى الجهة الثانية راح تتحول إلى موجب 15 إذن راح يكون عندي 5 a يساوي سالب 5 5 حتى يعرف الحل صحيح هنا أعتقد أكو سؤال ورد من خلال التعليقات أستاذ علي زيد أعتقد امتابع التعليقات ويانا والسؤال يقول ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار 35 أستاذ علي زيد إذا ويانا نرجع هنا بعد قليل أستاذ علي السلام عليكم عليكم السلام أستاذ قصي نعم بعد يلا حضر أستاذ علي هذا يلا أستاذ علي ما كبر ما كبر توكل على الله حبيبي على أستاذ علي أستاذ مرتضى أستاذ مرتضى يلا تفضل هنا يعني متفضل جاوبنا على السؤال بس يارت لا تعفونا السؤال يلا عوف يلا يلا أستاذ علي إليك إليك أستاذ علي نستمع أستاذ علي أريد ما العدد الذي مربعه لاحظت التعليق هنا ما العدد الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار 35 نعم هنا أستاذ قصير لدينا عدد ولدينا مربع عدد ولدينا ضعف عدد سنفرض أنه العدد هو X ومربع العدد هو X كل ما هناك هو فرضية نعم وضعف العدد هو عدد مضروس في 20 نعم إذن مربع العدد هو X مربع العدد هو X ضعف العدد هو 2x هو العدد مضروف في 2 زين شون أجي أرتبها هذه ما العدد الذي مربعه يزيد علي فسيكون هنا x تربيع ناقصا 2x نعم x تربيع ناقص 2x زيادة زيادة مربع العدد على ضعف العدد بمقدار يساوي ما معناها 35 الآن بإضافة النظيرة الجمعية أصبح لدينا معادلة وهي x تربيع ناقصا 2x يساوي 35 بإضافة النظيرة الجمعية للموجب 35 هو سالب 35 إلى طرفين معادلة اللي يصبح لدينا x تربيع ناقصا 2x ناقصا 35 يساوي 0 الآن أصبحت لدينا حدودية ثلاثية أو معادلة تربيعية هنا لدينا قوسين القوس الأول هو سيكون x في x إشارة القوس الأول ستكون تأتي من حاصل ضرب إشارة الحد الأول في إشارة الحد الثاني وهي موجب في السالب سالب وإشارة القوس الثاني ستكون حاصل ضرب إشارة الحد الثاني في إشارة الحد الثالث وهي سالب في السالب موجب 35 تأتي من حاصل ضرب رقمين إذا طرحناهما يطلع الناتر السالب الثاني وهي 7 في 5 بالإمكان التأكد من أن حاصل ضرب الطرفين زائد حاصل ضرب الوسطين بالإمكان أن يأتي الحد الوسط وهو سالب 2x هنا سيكون لدينا إما أو هنا إما أو إما x ناقصا 7 يساوي 0 بإضافة النظير الجمعي وهو سالب 7 إلى طرفين معادلة لتصبح لدينا بأن x يساوي ل7 موجب 7 أو x زائد الخمسة يساوي 0 أيضا بإضافة النظير الجمعي للموجب 5 وهو سالب 5 إلى طرفين معادلة لتصبح لدينا بأن x يساوي لسالب 5 فهنا العددين سيكون سبعة وسالب 5 شكرا جزيلا لكم أستاذ الفاضل شكرا لك أستاذ علي إذن هنا أيضا أوجه سؤالي إلى أستاذ مرتضي ماذا لو أضفنا على هذا السؤال فإنكهة إضافية هنا يقول ما العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يزيد على ضعفه بمقدار 35 شنو رح يكون الفرق في الحل اللي موجود أمامك عن الحل المفروض يحل طالب طبعا السلام عليكم مثل ما تفضل الأستاذ علي إنه نفس الفرضيات نفس الشغل رح يكون حل السؤال ما بأي اختلاف إحنا بس أكو ملاحظة جدا بسيطة أكو بعض الطلاب يرتبك بموضوع مربع العدد عن ضعف العدد مرات الطالب مثلا من تقول له ضعفه هو يكتبها أكستر لا أكو فرق المربع هو أكستر بير ضعفه العدد هو اثنين في العدد هذا فقط مثلا ثلاث أمثال ومعناته مضروف فيه ثلاثة أربع أمثاله فيه أربعة الحل مالتنا رح يكون نفس الحال لكن آخر شيء احنا عندنا فلعلي حصلنا على قيمتيا للأكس هي أكس يساوي للسبعة وأكس يساوي السالب خمسة بالسؤال رد مني عدد حقيقي موجب إذن هنا عدد ما أكس تساوي للسالب خمسة هذه القيمة تهمل يعني هذه عدد سالب وليست عدد موجب إذن رح يكون العدد هو فقط السبعة وهذه يكون مجموعة نحن ما نقول مجموعة هل ونحن ما نقول العدد هو سبعة العدد هو سبعة شكرا إليك أستاذ طبعا هنا أيضا هنا لازم نميز في التعبير اللفظي بأن هنا كلمة يزيد معناها الأول ناقص الثاني أما كلمة يقل أو ينقص معناها الثاني ناقص الأول فمن ذا يقول لي مربعه يزيد على ضعفه فأنا اكتبته أكس تربيع ناقص اثنين أكس لو قايل اللي هنا مربعه يقل عن ضعفه كان قلت اثنين أكس ناقص أكس تربيع إذن اللي يزيد هي الأول ناقص الثاني واليقل أو اللي ينقص هي رح تكون الثاني ناقص الأول أستاذ قصي إذن كان مداخلة بسيطة بالله إذا ما عليك فضل أستاذ يجذبني واحد من التعليقات يقول غالبا ما تأتي الفصول الثلاثة الأولى عليها تسعين درجة والفصول اللي بالفصل الرابع والخامس والسادس عليها خمسين درجة بالإمكان أستاذ يعني أنه نحب النوه إلى طلابنا الأعزاء أنه قد تكون مصادر أسئلة بين سنة و سنة أنه متفاوتة يعني قد يكون الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث عليها ستين مثل ما نوه قبل شوي أستاذ أحمد نعم أشكور الفصل الأول وفصل الثاني والفصل الثالث عليها مثلاً ستين درجة أو الفصل الرابع والخامس والسادس قد تكون الدرجات متفاوتة وهذا الأمر يعني الأمر أنه يقول 90 درجة أنه على الفصول الثلاثة الأولى هذا أمر جدا خاطئ نعم يعني أنه نحب ننوها إلى طلابنا أنه هذا الأمر يعني جدا خاطئ احتماله تكون هذه 90 درجة من الفصول الثلاثة الأخيرة اللي هي من الرابع وخامس والسادس عملية ممكن تكون بالصدفة ليس إلا ووضعي لسألة الوزارية هم المعنيين في توزيع الأسئلة على فصول الكتاب السؤال الآخر عفو أستاذ قصي نص دقيقة عفو أستاذ قصي طبعا من المتابعين الآن أستاذ أستاذنا العزيز وأخونا أستاذ رمضان الشرابي حياكم الله أستاذ رمضان فتحية كبيرة إلى الأستاذ رمضان والأستاذ عمر الطعي حبيت بس جنابك أستاذ قصي أنه موجود أستاذ رمضان معنا تحية للكل شكرا جزيلا أستاذ قصي شكرا إليك أستاذ إنجد الحد العشرين في المتتابعة الحسابية اللي أمامكم محدد ما إذا كانت المتتابعة متناقصة أم متزايدة أستاذ أحمد نعم أو أستاذ محمد حبيب رأيك بهذا السؤال بس يعني أنا لو أحمد نعمة لا لا محمد حبيب إن شاء الله السلام عليكم السلام هنا بالسؤال ذكر جد الحد العشرين من المتتابعة الحسابية وأعطاني متتابعة حسابية ذكر لي حدود مرتبة ترتيب ومن بين الترتيب واضح هو ترتيب متناقص فالحد الأول ستة الحد الثاني واحد الحد الثالث سالب أربعة والحد الرابع سالب تسعة يعني أسأله أي سواء شو تكون استقصة هاي متناقصة أو متزايدة هنا من خلال الأساس بما أن الأساس سالب خمسة فحسب رأيك هي متناقصة يعني أنت مباشرة للأساس نعم نعم فهنا المتتابعة متناقصة يريد الحد العشرين نحن لإيجاد أي حد من حدود متتابعة حسابية نعم نحتاج لأمرين أساسياً اللي هو الحد الأول والأساس فهنا الحد الأول معلومة اللي هو ستة نحتاج الأساس وهنا حتى لإيجاد أساس أي متتابعة حسابية فهنا نقدر نقول هو الأساس المتتابعة الحسابية هو ناة تشترح أي حد من الحد الذي يليه فرح ينتج دي متتابعة أساس المتتابعة الحسابية فيقدر الطالب الأساسي يقول واحد ناقصاً ستة رح يطلع لسالب خمسة أو رح يقول سالب أربعة ناقص واحد رح يكون أيضاً سالب خمسة أي حدين متتالياً الأن يساوي الأن يساوي أشرين يتفق طالماً الحد العام للمتتابعة الحسابية يقول لأن يساوي A زائد الناقص واحد في D وأيضا رح يكون الحد العشرين حد العشرين آنة لدي وجده قيمة الـ A اللي هو ستة عشرين ناقص واحد رح يقول تسعة عشر في الأساس اللي هو سالب خمسة عمليات حسابية ورياضية فيضرب السالب خمسة في تسعة عشر رح يكون ستة ناقصا خمسة وتسعين فيكون الناتر سالب تسعة وثمانين إذن رح يكون قيمة الحد العشرين سالب تسعة وثمانين وبما أنه الأساس أقل من صفر إذن المتتابعة متناقصة وشكرا جزيلا شكرا إليك سالب قبل التوضيح هنا نتابع التعليقات علي أحمد يقول إحنا ما لاحقنا ندرس كل الكتاب وأكو بعض الفصول الفصول الأخيرة بالكتاب أخذنا منها أجزاء بسيطة جدا وما لاحقنا نكمل المنهج نصيحتي إلى طلبتنا الأعزاء خلال هذه اليوميا لا تحاول تتعلم شي جديد يعني الشغلات اللي أنت ما ما أخذها قبل وما مسيطر عليها قبل لا تحاول تتعلمها ما عندك وقت حاول تركز المادة اللي انتقارها على ما تقدر هنا تضمن الدرجات وإذا عندك رأي آخر أستاذ علي مع مداخلتك نعم أستاذي بالإمكان أنه أستاذي مثل ما تفضلت حضرتك يعني 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 قد يكون الموضوع أنه خاص بالفصل الخامس نعم أنه طالب ما درسه سنة كليته يعني ما معقول أنه بهاي الأيام أنه راح يذب جودة على الفصل الخامس ولكن أكو في المواضيع خاصة بالفصل الخامس ممكن أنه الطالب أنه يستفد معده الموضوع الأول هو المضلعات المنتظمة وغير منتظمة طبعا بقانون محيط وبيقانون مساحة قانون المحيط اللي هو البي يساوي الان في اير اللي هو نعرفه أنه الان هو عدد الأضلاع والال هو طول الضلع والقانون الثاني اللي هو قانون المساحة هذا قانون محيط أما قانون المساحة وهو الارية يساوي لنص في ايش في ان في ال فالأيش هو ارتفاع العامل والان هي عدد الأضلاع والال هو طول الضلع بالإمكان أنه الطالب يعني يتعرف على قانون المساحة الجانبية الحجم والمساحة الجانبية والمساحة السطحية المخروض بالإمكان أنه الطالب يتوقع أنه يجي سؤال أنه رتب من شوي هاي المواضيع نقدر نقول عليها سهلة فبالتالي الطالب أنه يقدر يركز عليها خلال هاي اليوم. أقرأ من التعليقات أنه هنا ممكن شرح ميد المستقيم استاذ طبعا ميد المستقيم مثل ما أخذت قانون الطلاب أنه هو الميد يساوي لي Y2-Y1 على X2-X1 ولكن يجب أن ننوح على أمر مهم في قانون ميد المستقيم وهو متى يكون المستقيمان متوازيان ومتى يكون المستقيمان متعامدان يكون المستقيمان متوازيان إذا كان الميد المستقيم الأول يساوي لميد المستقيم الثاني أما في حالة التعامد فإنه ميد المستقيم الأول عفوا نستاذ عندي اعتراض بسيط عليك يكون المستقيمان متعامدين وليس متعامدان المستقيمان متوازيين المستقيمان متوازيين والمستقيمان متعامدين ولا تسعى الاستاذ خصيح المستقيمان متوازيين اذا كان ميل المستقيم الاول يساوي لميل المستقيم الثاني والمستقيمان متعامدين اذا ضربت ميل المستقيم الاول في ميل المستقيم الثاني طلع للناتج هو سالب واحد قد يكون مثلا سؤال يطيني ثلاث نقاط ويقول لي برس باستخدام الميل أن هذه النقاط تقع على استقامة واحدة فأكيد الطالب أنه سيأخذ الميل ما للأي بي وراح يأخذ الميل ما للبي سي إذا ساوت هذا الميول فإنه المستقيمات متوازية إنه المستقيم على استقامة واحدة أما يجيهم أنه برن باستخدام الميول أنه هذا المثلث أو هذه النقاط تتمثل لمثلث قائم الزاوية فمن مثلث قائم الزاوية أكيد رح يطبق أكيد رح تتطبق عليها شرط التعامل فهنا راح يأخذ الميل ما للأي بي راح يأخذ الميل ما للبي سي راح يضربون إذا طلع الناتر سالب واحد إذن هو مثلث قائم الزاوية سؤال آخر أستاذي بالإمكان أنه يأتي إلى الطالب سؤال وأيضا خاص بالميل أنه يقول جد معادلة المستقيم المار بالنقطة والموازي للمستقيم المار بالنقطة فأكيد لا يجب أن يعرف الطالب أنه هذه المعادلة راح تمر بنقطة وميل النقطة اللي هو أنطاكيها بالبداية يعني مثلا لو تتفضل أستاذي تكتب لي سؤال جد معادلة يعني القانون السهنة أستاذ علي يعني هنا راح يكون واي ناقص واي وان واي ناقص واي وان يساوي للميل في اكس ناقص اكس وان فإذا كان الميل عندي معلوم الميل راح يطينيها نقطة المعلومة راح يصير تعويض مباشر بالإمكان أنه يستخرج الميل ومضمون السؤال راح يكون جد معادلة المستقيم المار بالنقطة هذه النقطة راح تكون اكس وان واي وان والموازي للمستقيم المار بالنقطة بالإمكان من هاي النقطة يستخرج الميل أستاذي فرح يتكون عنده نقطة وميل بالتالي راح يستخدم هذا القانون اللي واضحه مامنا واي ناقص واي وان يساوي اكس ناقصا اكس وان وألاحظ تعليق من التعليقات وهذا راح تركي الأستاذ مرتبط طبعا الأستاذ مرتبط حسن ممكن تشرح مسألة طائر الفنامينغو في تدرب وحي المساء الحياتية نعم إذا كان السؤال جاهز أستاذ مرتبط طبعا عذرا أستاذ قصة طبعا عذرا أستاذ قصة إذا أنا قد تجلسة أرجو ما أكثر من عندك الفضل هنا كلكم أعلام أساتذتنا الله يحبك يبارك أستاذ نشكرا جزيلا ننتقل إلى سؤال آخر وإذا أستاذ مرتبط عندك رأي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السؤال يقول أكتب كل هسا هنا راح أدوركم يا سؤال لأن هسا حاليا ما جاهز يمي السؤال خلينا ناقش السؤال اللي موجود أمامنا اي نعم يقول أكتب كل مقدار من المقادير الآتية بأبسط صورة هنانا نطاني مقادير طبعا هذا السؤال يخص البصل الثاني اللي هو تبسيط المقادير الكسرية الطالب لتبسيط المقادير الكسرية لازم ينتبه على فج بقر قبل ما يدخل بهذا الموضوع لازم يعرف طرق التحليل الخمسة اللي هم الفرق بين مربعين الفرق بين مكعبين مجموع مكعبين التجربة والعامل مشترك حسنا بالترتيب هذا أو الترتيب غيره ما عندنا كل إشكال نعم ما تقدر تحل هذا الموضوع إذا ما تعرف شون تحلل المقادير الجبرية بحسب طرق التحليل بنأجي ألاحظ هنا أنا عندي مقدارين بينتهم عملية جمع يقول أول ما أجي ألاحظ بهذه المقادير أو هذه الحدود بين بصف المقام أكو عندنا حدود تتحلل ألاحظ بين المقدار الأول السبعة أكس ناقصاً أربعة طعش طبعاً هذه تتحلل بمن؟ بالعامل المشترك أنه ألاحظ السبعة أقدر أسحبها كعامل مشترك بين أستاذ والأكس أقدر أسحبه أقول الله هنا الأكس ما يرام ليش لأنه الأربعة طعش ما تحتوي على أكس إذن أسحب السبعة كعامل مشترك بالقسمة على سبعة رح تحصل فقط أكس الثالب ينزل الأربعة طعش من القسمة على السبعة أربعة طعش على سبعة بيها ثنين إذن والمقام أكس تربيع ناقصاً أربعة هذا يتحلل بالفرق بين مربعين رح يكون بشكل أكس ناقصة بثنين بأكس زائداً الثنين زائداً المقدار الآخر ينزل كما هو فرح يصير عندي الحدودية بالشكل التالي سبعة بأكس ناقصة ثنين على أكس زائد ثنين بأكس ناقصة ثنين زائداً خمسة على أكس زائد ثنين هنا ملاحظة جداً مهمة يقول الاختصار بالكسر الواحد مسموح شنو معناته ألاحظ هنا مادام عندي جمع وطرح الأكس ناقصة ثنين مع الأكس ناقصة ثنين أقدر اختصار ما عندي كل إشكال زيال لو كان بالكسر الآخر موجود أكس ناقصة ثنين هل يمكن اختصار هذه البسط الأول في المقام الثاني أقول لا ليش لأنه بيناتهم عملية جمع أو طرح لكن لو بيناتهم عملية ضرب أو قسمة أو تحدينا خلقوا الضرب يسمح باختصار بين أكثر من كسر اختصر الأكس ناقصة ثنين مع الأكس ناقصة ثنين راح يظل عندي سبعة على أكس زائد ثنين زائد خمسة على أكس زائد ثنين ألاحظ هنا صارت عدي أعداد نسبية ولجمع وطرح الأعداد النسبية يجب توحيد المقامات المقامات متوحدة أنزلهم مقام واحد وأقل السبعة زائد خمسة راح يكون عدي الناتج معاش إذن راح يصير عدي المقدار بشكل معاش على أكس زائد ثنين طلاب مرات يباوع يقول استاذ هاي الثنين أقدر اختصره ويفطن عش لا هذا ما ممكن ليش لأنه المقام متكون من أكثر من حد لو كانت فقط 12 على ثنين إي عادي ما عندنا كل يش كان هذا هو حل السؤال شكرا لك استاذ استاذ قصي استاذ قصي فضل استاذ نعم استاذ علي إذا أكون مداخلة استاذ ظهر قدامي طائر الفلامينغو نعم طبعا هذا في فقرة تدربوا حي المسال الحياتية يقول طائر الفلامينغو من جلس النحاميات وهو من الطيور المهاجر التي تمتأس بشكل جميل وتقطع مسافات بعيدة ساكلية تمال العلاقة بيها غطته طيور الفلامينغو في أحد الأهوار أربعة واي تربيع يعني مساحة المسطح المائي اللي غطته بعض الأهوار أربعة واي تربيع زائدا أربوطعش واي زائدا أربوطعش واي زائدا سبعة بين قوسيا في ثنين واي زائدا سبعة لا 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 زائدا سبعة أربعة واي تربيع زائدا أربوطعش واي زائدا سبعة نفتق هنا بالإمكان أن الطالب يستخرج عامل مشترك مثال التجميع أو المعكوز هذه واحدة من طرق تحليل الحدودية وهي التجميع أو المعكوز بالإمكان أن الطالب يستخرج الاثنين عامل مشترك من الأربعة والأربعة وطعش ومن الواي تربيع والواي سيأخذ المتغير بأقل أس وهو العامل المشترك ما تبقى لدينا هو اثنين واي أستاذنا الآن ظهرت لدينا ثنائية حد عامل مشترك وهي الثنين واي زائدا سبعة نعم إذن ما تبقى لدينا وهي الثنين واي زائدا سبعة إذن مساحة هذا المسطح المائي بدلالة الواي هو اثنين واي زائدا سبعة شكرا جزيلا لكم أستاذ شكرا لك أستاذ أريد أوجه هنا سؤالي إلى أستاذ صفاء ورأيك في حل هذا المقدار وتحويله بأبسط صورة مقادير من المقادير الجميلة والحلوة لكن طالب المسكين مني يشوف كسور شوية يخاف نعم نتيجة ضعف العمليات عنده أنا أجي أباوة قال لي أكتب كل مقدار من المقادير أو أكتب بشكل عام بأبسط صورة هذا المقدار اللي هو الثمانية على في زادا أربعة زاد اثنين على في ناقص أربعة ناقص واحد على في تربيع ناقص ستعاش أنا أباوة على مكان التحليل وين يكون تحليل ححلل بالبداية فإذن في زاد أربعة ما يتحلل لأن الأس واحد ما يتحلل في ناقص أربعة أيضا ما يتحلل لكن في تربيع ناقص ستعاش ممكن التحليل إلى فرق بين مربعين خلي نحلل إلى فرق بين مربعين ونشوف شو نقدر نسوي به بل علي ظهر لي الفرق بين مربعين إذا أباوة على المقامات أباوة على المقامات تنقيه مقامات مش شابهة بالأقواس في زاد أربعة موجود وفي ناقص أربعة فحيكون عندي المضاعف المشترك للمقامات اللي هو في زاد أربعة ومضروف في في ناقص أربعة طبعا هنا نفس مشكلة التحليل عند الطالب من يريد يحلل يقسم المقام في زاد أربعة مضروف في في ناقص أربعة على أول كسر طبعا أكيد حيروح في زاد أربعة يبقى لي فقط في ناقص أربعة أضربها في الثمانية ولهذا ستباوة عندهم الثمانية مضروف في في ناقص أربعة وكذلك الحد الوسط في ناقص أربعة يروح فحي ينضرب الاثنين في في زاد أربعة الكسر الأخير هو في زاد أربعة في ناقص أربعة من ناقص ما على نفسه سيكون واحد فإذا واحد في البسط واحد وهس أجي أدخل الثمانية على الفي ناقص أربعة فيصل ثمانية في ناقص ثنين وثلاثين زاعد ثنين في دخلها على القوس فصار ثنين في زاعد ثمانية ناقص واحد عملية جمع وطرح للبسط اللي هي ثمانية في زاعد ثنين في صار يصير عشرة في ناقصا خمسة وعشرين ممكن أطلع عامل مشترك الخمسة أي نعم ثنين في ناقص خمسة الباقي من استخراج عامل مشترك للبسط أقدر أختصى لا ماكو اختصار وتنتبه أنه عمليات جمع وطرح لا توجد اختصار بياناتهم لأقواز غير مشابه لحد هنانا هذا في أفسط صورة شكراً شكراً إليك استاذ صفا نعم استاذ قصي عندنا تعليق من التعليقات ويوم ياسر يعني كررت السؤال مالتها استاذ ممكن شرح مسألة الألعاب النارية السؤال الألعاب النارية السؤال واضح قدامي استاذي السؤال واضح قدامي أنه في أحدى المناسبات أطلقت مجموعة هذا سؤال الألعاب النارية أي وقبل ما تحللنا هذا السؤال استاذنا العزيز ونناقش هذا السؤال من حق كل شخص أن يعبر عن فرحته ويحتفل بالطريقة التي يراها مناسبة وبل أحيانا يحزن بالطريقة التي يراها مناسبة ولكن لا يستفيد أو يستغل الحرية بإيذاء الآخرين إذن الألعاب النارية في كل الأوقات وبدون مراعاة لمشاعر الآخرين ربما يكون فيها إيذاء إلى أجار وإيذاء إلى المريض وكذلك نرى الاحتفالات أحيانا والأحزان أحيانا في إطلاق العيارات النارية وهذا أمر ليس صحيحاً وفيه إيذاء للآخرين ويكون فيه إثم لذا ندعو طلبتنا الأعزاء إلى مراعاة ذلك وتفضل أستاذ علي في شرح السؤال شكراً جزيلاً إليك أستاذنا فاضل طبعاً السؤال لا أعلم إذا كان في تبسيط المقادر النسبية أو سؤال الألعاب النارية في الدستور ولكن دعونا نتطرق إلى هذا السؤال الألعاب النارية المقدار الجبري 20 زائد 15 ناقصاً 5 تربيع يمثل الارتفاع بالأمتار لقذيفة ألعاب النارية أطلقت من سطح بناية ارتفاعها 20 متر إذ تي تمثل زمن وصول القذيفة بالثواني إلى الهدف والمقدار الجبري 4 زائد 19 ناقصاً 5 تربيع يمثل ارتفاع قذيفة أخرى أطلقت من سطح بناية ارتفاعها 4 متر المطلوب منه أنه يكتب نسبة ارتفاع القذيفة الأولى إلى ارتفاع القذيفة الثانية بأبصى الصورة وكما تعلمون عزائنا طلبة بأن النسبة هي خط كسر ارتفاع القذيفة الأولى على ارتفاع القذيفة الثانية وبذلك سيكون 20 زائد 15 تي ناقصاً 5 تربيع مقسوماً على 4 زائد 19 تي ناقصاً 5 تربيع كما تعلمون بأن البسط سيكون عامل مشترك بالإمكان أنه يسحب الطالب عامل مشترك الي هو الخمسة قبل ما يحللها حدودية ثلاثية ترى سحب العامل المشترك مهم قبل ما يحللها حدودية ثلاثية بالإمكان سحب عامل مشترك الي هو الخمسة ما تبقى لدينا 4 زائد 3 تي ناقصاً تي تربيع أما المقام 4 زائد 19 تي ناقصاً 5 تي تربيع فبالإمكان أنه مباشرة أنه يحللها حدودية ثلاثية الأربعة جاي من 1 في 4 إشارة القوس الأول هو موجب إشارة القوس الثانية هي سالب الخمسة تي تربيع جاي من 5 تي في تي وبالإمكان أنه أن تختبر عزيز الطالب وهو حاصل ضرب القريب بالقريب وحاصل ضرب البعيد بالبعيد رح نرجع للبسط رح نحلل لحدودية ثلاثية الأربعة جاي من 1 في 4 موجب في سالب تي في تي المقام بقى على حاله إذا أكو اختصار أختصر إذا ما أكو اختصار ما أختصر وكما ترون أعزان الطلبة بأن 4 ناقص تي مع 4 ناقص تي بالمقام ما تبقى لدينا بالبسط هو 5 في 1 زائد تي على 1 زائد خمسة تي شكراً جزيلاً إليك أستاذ نفاضل شكراً إليك أستاذ علي وشكراً لكل مدرسين الكرام الموجودين هنا بالبث وشكراً لكل متابعين الكرام والوقت بدأ ينفذ نود الإشارة إلى أن يوم غد إن شاء الله الجمعة سيكون هناك بث مباشر ولكن سيكون هنا البث رسمياً من خلال شاشة فضائية العراق التربوية من قبل أعضاء لجنة الرياضيات في نموذج افتراض وإن شاء الله تابعونا من الساعة الحادي عشر صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الظهور قبل الختام كلمة أخيرة إلى كل من حضورنا الأعزيز استاذ محمد حبيب السلام عليكم تحية طيبة لجميع وجهود مشكورة لحضرتك استاذ قصي أولاً ولجميع أعضاء المدرسين الرياضيات وجميع المتابعين ودعوة صغيرة جداً وبسيطة أنه نوصي الطلاب أنه لا تخاف ونوصيك أنه اتبع التعليمات اللي يوجهنا بها سابقاً ونسأل الله يا رب التوفيق اللي يكون عنده خوف وإن شاء الله الأسئلة تكون من ضمن المنهج والأسئلة سهلة وإتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله الحصول على الدرجة الكاملة بإذنه تعالى شكراً لك أستاذ مرتضي بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً جهود مباركة من حضرتك استاذ قصي ومن جميع أعضاء الرياضيات من استاذ علي استاذ صفا استاذ محمد واستاذ أحمد نعم طبعاً طلابنا العزاء إن شاء الله أنت قار المادة ومكملها وما عندك كل إشكال ما يبقى من يمك فقط أنه توظف هذه القراءة ما تكبر صورة صحيحة لا تخاف وكر على الله الأسئلة إن شاء الله ما بيها أي شيء من خارج الكتاب رح تكون إن شاء الله أسئلة مبسطة أنت تقدر تحلها وموفقين نتمنى لكم كل التوفيق شكراً لك استاذ مرتضي استاذ علي أكون مشكورة استاذي وجهود جبارة بذلتوها أنا أحب أن نوصل للطلاب أنه أول شغلة لازم يتعدون عنها لازم يتعدون عن كلمة اسمها كلمة مرشحات هاي وحدة استاذي الوقت عندهم ثلاث ساعات هذا كفير بأنه يراجعون الماء دمالتهم حتى لو يكملون بالساعة الأولى فهنا الدماغ رح يدي رسد أكيد أكفت شغلات ناسية أكيد أكفت شغلات يعني مثلاً يجوز حاليها خطأ بالإمكان أنه يراجعون الدفتر عدة مرات أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم والسداد إن شاء الله كل شكر لكم أستاذ نفاضل شكراً جزيلاً أستاذ صفاء شكراً جزيلاً ونقول آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نوصي أبنائنا أنه الامتحان إن شاء الله يكون سهل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هؤلاء طلاب أقراه يعني تعليقاتهم خايفين من الفصول الأخيرة وخاصة الخامس والسادس لا إن شاء الله أكو بعض المواضيع بالخامس وبالسادس يعني ممكن يأخذون رؤوس المواضيع المهمة وهي هاي كفيلة إن شاء الله أتعبرهم إحنا جاهزين أنا شخصياً إن شاء الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بتلفوناتي الخاصة موجودة أي طالب عند الشي يراسلنا على الواتساب أي سؤال عندنا إضافة إلى البث المباشر إذا الله راد إن شاء الله غداً شكراً جزيلاً سيد قصير والسلام عليكم شكراً جزيلاً للجميع ونسأل الله التوفيق لكل طلبتنا الأعزاء في أداء امتحاناتهم واعلموا أن نجاحكم نجاح وطن شكراً لكم في أمان الله